يقول الكاتب عباس محمود العقاد إن القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارا أخرى غير أن انشغال الناس في الروتين اليومي قد يمنعهم من تخصيص أوقات لقراءة الكتب من أجل ذلك قام مؤسس شركة مجموعة المثابر الإعلامية في ليبيا مؤخرا بدخول عالم الكتب الصوتية من خلال تصميمهم لتطبيق على أجهزة الهواتف الذكية الأندرويد والآيو اس حتى يتسنى للناس سماع ما تحتويه من الكتب والاطلاع عليها حتى أثناء ممارستهم للرياضة بأصوات جميلة تتقن القراءة الشيء الذي رجح الصوت الليبي جودة اللغة العربية ونطقها لعدم تأثر الكوادر الليبية والأصوات باللهجة ما كانت مؤثر عليهم دراسة الليبيين في الكتاب وقراءة القرآن وأحكامه وتجويده هذا ممكن الصوت الليبي أن يكون عنده جودة قراءة في اللغة العربية ومخارج حروف سليمة ومناسبة جدا عندما يقع الاختيار على كتاب معين تبدأ مرحلة التنفيذ وكل قارئ تخصص له ساعتان يوميا وبعد انتهاء الكتاب الذي قد يستغرق تسجيله شهرا كاملا تبدأ عملية المراجعة والفلترة والتحسينات الهندسية طبقا للمواصفات العالمية الأصوات الشابة والخامات الصوتية وجدت ضالتها في عالم الكتاب الصوتي الذي يغطي كافة صنوف المعرفة من كتب دينية وتاريخية وأدبية وفنية ولكل قارئ ميوله واهتماماته المثابر وصلت صوت القارئ الليبي الآن على مستوى العالم الحقيقة فيما يخص الأوديو بوك ولقى هذا الأمر ولقى الصوت للقارئ الليبي إقبال كبير لدى المسؤولين عن الكتاب بصفة عامة موقع الكتاب الصوتي وبدأ يقارع الأصوات حتى العربية خاصة مع تلون الكتب التي قرأتها إن كانت اجتماعية ثقافية تاريخية وجغرافية كذلك فبالطبع الاستفادة وبدون شك كانت متواجدة بالعزم والتفكير خارج الصندوق تفتح آفاق جديدة للشباب الليبي الذي يثبت كل يوم أنه مواكب لكل جديد لقناة ليبيا لكل الأحرار عبد الرحيم عطية طرابلس